موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضية وحوار وفي هذه الحلقة نناقش قرار الإخوان المسلمين في مصر بترشيح نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرة الشاطر للتنافس على كرسي الرئاسة وارتباط هذا القرار بالعلاقة المتوترة بين الإخوان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المنبثقة عنه وثيرات ذلك القرار على دور الإخوان المسلمين في السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشعب والشورى ومن بثق عنهما من اللجنة التأسيسية لصياغة دستور مصر الثورة ونصدف للحديث عن تلك المحاور أحد أهم مفكري الجماعة ومؤرخها الرسمي نائب المرشد العام السيد جمعة أمين أستاذ جمعة نرحب بك في هذه الحلقة من قضية وحوار الإخوان المسلمين قالت في بداية الثورة بأنها لن تدفع بمرشح للرئاسة المصرية وبعد ذلك تراجعت الإخوان المسلمين عن هذا القرار أنقل لك تصريحات نائب المرشد العام السيد خيرة الشاطر في حوار مع جريدة الشروق المصرية في التاسع والعشرين من أبريل من العام الماضي بعد فترة بسيطة من الإفراج عنه يقول نحن مدركون بأن البلد واقعة جدا في مشاكل كبيرة وليس لفصيل بمفرده سواء كان الإخوان أو الجيش أي يشيل الشيلة لوحده وإننا في الفكر الاتلافي خلال هذه المرحلة ونريد للناس أن نوصل لهم رسالة مفادها لا تقلقوا لأننا لسنا أكثر الناس وليس لأننا أكثر الناس تنظيما فسنفرض أنفسنا عليكم لماذا تراجعت الأخوان المسلمين عن هذا الكرار بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الواقع أنه لا يسمى تراجع إنما يسمى تحديد موقف جديد بناء على أحداث جديدة نحن بفضل الله سبحانه وتعالى خدام لهذا الوطن والكل يعلم ما قدمه الإخوان من تضحيات وما تحملوا من مشاق وتبعات ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى في جميع مواقفنا إنما ننظر إلى الوطن في بداية الأمر أين المصلحة؟ ولذلك أستاذ جمع أمين ما هي الأهم المتغيرات التي دفعت بالأخوان المسلمين إلى هذا القرار الذي أثار حتى جزءا كبيرا من قطاعها الشبابي وبعضا من قياداتها التي اعترضت وجاهرت باعتراضها على هذا القرار؟ المواقف القديمة لأستكمل ما بدأت المواقف القديمة كانت مواقف واضحة جدا وكنا ندعو جميع القوى ونعلن أننا لا نستطيع أن نواجه الفساد بأنفسنا رغبة مننا في أن تسير الأمور بسلاسة وبما اتفق عليه سواء كان بين القوى الوطنية أو المجلس العسكري ثم حدث ما حدث من تغيرات يعني مؤلمة للأسف وللأسف الشديد كلها إذا حللتها تشعر بأنها عقبات أمام الإخوان لكي تعاق عن تحقيق الأهداف هذه واحدة منها طبعا الحكومة وأنا لا أتكلم عن المبادرات التي قدمها الإخوان منذ زمن ولكن أتكلم الآن عن حكومة تضع في خاخ للحكومة التي ستأتي بعدها تعين آلاف من الموظفين والعمال دون درجات ولكن هذه الحكومة مؤقتة وأنتم تعرفون بأن هذه الحكومة عمرها قصير وستنتهي مع ترشيح رئيس جديد للجهورية المصرية لماذا لا تصبروا أو تتوافقوا مع القوى الموجودة على الساحة الآن وكنتم ثبتتم على قراركم وربما لن يؤلب عليكم بعضا من قطاعات الشعب المصري أولا لما لأن كل يوم تأتي الحكومة بعقبة من العقبات وتأتي بمشكلة من المشاكل فهي في استمرارها حتى ولو ليوم واحد تزيد من المشاكل فنحن نعجل بهذا الأمر لنقلل من المشاكل التي تفعلها الحكومة أما حكاية القيادات التي اتركت الجماعة هذا ليس له أي أساس من الصحة الصف بفضل الله سبحانه وتعالى من أن لآخر يعلن وحدته القيادة بفضل الله على قلب رجل واحد أما أن يعلن فرض من الأفراد أنه ترك الجماعة فأنا أقول أننا لم نقبره على الدقول كما أننا لا نقبره على الخرد طيب إذن كيف نفهم الآن ترشيح الإخوان المسلمين للسيد خيرة الشاطر للرئاسة وتخليها عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي أعلن منذ البداية بأنه سيدخل في ميدان التسابق إلى الرئاسة المصرية طيب ما الفرق الآن الرجلان الآن هم في صباق الرئاسة واحد قرر في البداية وربما كان لرؤيته الصواب في أن ترى الإخوان المسلمين ما رآه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ابتداء مع نجاح الثورة المصرية فلماذا تخلت عنه والآن ترشيح غيرها وهذا لبس تؤكد عليه الصحافة المنوئة للإخوان المسلمين حتى تلبس على الناس هذه القضية بهذه الصورة يا أخي الفاضل هذان موقفان مختلفان تماما نريد أن نفسر ذلك الأولى أخ خالف قرار مجلس الشورى العام في وجوده هو وكانت هناك عوامل تدفعنا دفعا إلى أننا نعلن أننا لن نصرح الثاني لم يرشح نفسه ابتداءا ربما يكون كارها إنما الجماعة هي التي دعته إلى هذا الأمر وقال سمعا وطاع بناء على كيف نساوي بين إنسان لم يطع أمر الجماعة بآخر نفذ تعليمات الجماعة شتان بين الاثنين على الرغم من أن رؤية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هي التي انتصرت في النهاية في أنه يجب أن يرشح إسلامي على الأقل عن الإخوان المسلمين أو عن غيرهم أو بخلفية الإخوان المسلمين لخوض صباق الرئاسة المصرية ونحن لم ندعو إلا إلى أن يكون إسلاميا لو حضرتك تتبعت تصريحات القيادة وتصريحات الإخوان المتتالية نحن ندعو إلى مرشح يحمل الأخلاق الأسلامية والمبادئ الإسلامية ويعمل للإسلام لكنه في الوقت الأول قلنا أنه لا ينتمي إلى فصيل طيب وليس ذلك متوفرا في الدكتور حازم أبو اسماعيل والدكتور محمد سليم العوة والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أخي الفاضل كل جماعة من الجماعات من الطبيعي جدا أن تضع شروطا لقبول الفرد شروط متكاملة نحن لا نتكلم عن هؤلاء من الناحية الأخلاقية أو من الناحية الدينية أو أي ناحية تنتقص منه بل بالعكس أصحاب خلق ودين لكننا وضعنا نحن شروطا لا تنطبق على هؤلاء أبرز هذه الشروط ما هي أبرز هذه الشروط أنه أولا فعلا يعمل للإسلام وأنه لا ينحاز إلى فريق إنما يعمل للوطن ككل هذه ثانية والثالثة أيضا أن يكون رمز يستوعب الجميع ويقبله الجميع لأننا كنا ندعو في ذلك الوقت إلى لون من ألوان التآلف أستاذ جمعة أمين ربما هذا ما يأخذه الآخرون عليكم عندما ذكرت بأنكم تريدون مرشحا لا ينحاز لفريق ألا يشكل ترشيح السيد خيرة الشاطر انحيازا لجماعة الأخوان المسلمين وحزبها حزب الحرية والعدالة حضرتك السؤال كنت تسأله عن بداية الأمر وبداية الأمر كانت لها ظروف ومواقف أما المبادئ فنحن نعمل لمصلحة الأمة الإسلامية ثم هذا الوطن العزيز علينا الذي نعيش فيه وهو مصر فنحن حين وقفنا الموقف الأول كان لصالح هذا الوطن ولما وقفنا الموقف الثاني حين اختلفت الظروف وكانت العقبات وربما تعلم حضرتك تماما من الوسائل الإعلام المختلفة أي عقبات هذه حتى أن المجلس العسكري نمسو لم يتجاوب مع مطالب الإخوان ومطالب الإخوان ابتداء أولا وأخيرا تحقيق لهذه أهداف الثورة التي قامت والتي لم تتحقق منها أهداف إلا القليل ما الذي كنتم تتخوفونه منه أستاذ جمعة أمين بكل وضوح من المجلس العسكري إذا ما بقيتم على قراركم بعدم الترشيح ماذا كان يمكن للمجلس العسكري أن يفعل وحكومته في ظل وجود سيطرة للإخوان المسلمين سيطرة شعبية في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى وأيضا في اللجنة التأسيسية للدستور ابتداء أقف أمام السيطرة دي نحن لا نسيطر أمر عجيب جدا لمن يدعون الديمقراطية ويدعون إليها ويقولون الحكم هو السندوق نحن لم نجبر الناس على اختيارنا الشعب الذي اختارنا فما هذه الزوبعة التي قامت وتعترض بينما نحن لم نفرد أنفسنا إنما فرض الشعب رأيه فلما لا ننزل على هذه الرغبة هذا أمر عجيب أن نرى هذه الحرب الشرسة في ماذا في ديمقراطية هم ينادون بها لا شك في ذلك فما العين هناك أيضا ما يتساءل استاذ جمعاء أمين لماذا يعني عندما تواجه الأخوان المسلمين بمعارضة في ظل حياة ديمقراطية جديدة الآن هي في طور التشكل في مصر تأخذ مثل هذا الموقف المتشنج أي موقف متشنج؟ أن الإخوان المسلمين يبدو الآن بأنها لم تستطع أن تتفاهم مع العسكر في فترة قصيرة جدا وحساسة من حياة مصر فقط بضعة أسابيع تفصل عن انتخابات الرئاسة وتقرر بأنها تجابه ربما المجلس العسكري بمثل هذا القرار أخي الفاضل ابتداء ليس هناك بيننا وبين المجلس العسكري معركة ويعني صراع كما تعلن أو كما تركز الوسائل الإعلام المناوئة للإخوان على هذا الأمر بيننا وبين الناس جميعا لأن ربنا يقول لنا وقول للناس حسنا بيننا وبين المجلس العسكري علاقة طيبة ودائما نقول اختلاف الرأي لا يذهب للود قضية هذه قضية نحن نختلف ولكن لا يمكن أبدا أن نتنافر أو نتحارب ولكن أستاذ جمعا أمين ألم يكن خلافكم مع المجلس العسكري ووقوفه إلى وراء حكومة الجنزوري حسب تصريحات كثير من قادة الأخوان المسلمين السبب أو الدافع الأساس لقراركم بترشيح السيد خيرات الشاطر للرئاسة أليس هذا موقف يستحق مننا أن نعيد النظر إذا طلبنا مطالب لا يستجاب لها بالمرة هذا أمر وهناك كانت هناك علاقات نعم بيننا وبين المجلس العسكري فيها لون من الألوان التفاهم وكم من لقاء كان يتم بين قيادة سواء كان الحزب أو قيادة جماعة الإخوان المسلمين بينهم وبين المجلس العسكري وكان هناك لون من ألوان التفاهم لا شك في ذلك لكن للأسف والأسف الشديد ننتظر بعد كل لقاء تحقيق ما اتفق عليه فلا يكون طب هل هذا يعني بأن الآن المجلس العسكري سيؤثر قراركم بترشيح السيد الشاطر على موقفه من الحكومة؟ هذا أمر يسأل عنه هو لأن النتيجة إذا كانت بأن المجلس العسكري لم يغير ربما لن يبدو تأثيركم على المجلس العسكري في هذه الفترة واضحا نحن ثابتون على مبدأنا لا صدام لا صدام لا صدام نصبر ونحتسب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم فلا نتنازل عن سوابتنا أبدا بأي حال من الأحوال مهما كان الأمر ولكن لا نخسر العلاقات إن خسرها الطرف الآخر هو شأنه أما نحن فنحن ثابتون على المعاملة الحسنة بين القيادي في حزب الحرية والعدالة النائب سيد محمد البلتاجي قال في صفحته على الفيسبوك قبل أيام أنا لست مع تقديم الأخوان مرشحا للرئاسة لأنه من الظلم للإخوان وللوطن أن يتحمل فصيل واحد مسؤولية الوطن كاملة في مثل هذه الظروف يعيدنا لفس الكلام الذي كانت تقوله الأخوان في بداية الثورة المصرية من عدم ترشيح هل أنتم فعلا قادرون على أن تواجهوا كل التحديات التي تواجهوا مستقبل مصر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا لهذا البلد؟ لا تنسى حضرتك أن مجلس الشعب عبارة عن الإخوان وتآلف وتحالف بين قوى مختلفة فالقرار الذي يخرج من مجلس الشعب أو الخطوات التي تنفذ ليست للإخوان بمفردها حتى ولو كانت الحكومة نحن أعلن أكثر من مرة أن الحكومة ائتلافية لأن المرحلة التي ننر بها لا يمكن للإخوان بمفردهم أبدا بعيد إبعادا عن الوطنيين وعن الأحزاب الجادة لا يمكن أن نحقق أهدافا ولذلك نحن حاريصين على وحدة الأمة وحاريصين على هذا الإتلاف ولا يمكن أبدا أن تكون حكومة أو يتخذ قرار للتنفيذ من الإخوان دون غير هل أفهم بأنكم ربما بعد ترشيح وإذا ما فاز سيد خيرة الشاطر ستعملون إلى إسناد منصب رئيس الحكومة إلى أحد من حلفائكم في مجلس الشعب؟ يا أخي الفاضل مبدأنا المشاركة هذا مبدأ عام أما أن تقول لي على موقف لكل حادث حقيق ولكن مبدأ المشاركة هل يعني بأن تكون الإخوان المسلمين الآن هي التي تقود ولن نقول تسيطر تقود مجلس الشعب وتقود مجلس الشورى وتقود اللجنة التأسيسية وستقود إذا ما فاز السيد خيرة الشاطر الرئاسة مصر هل هذا في مصلحة مصر والإخوان المسلمين؟ أخي الفاضل الإخوان كونوا حزبا والحزب له وأعلم برنامجه موجود ليس بعيدا ونحن نعمل على تنفيذ ما وعدنا الشعب به من البرنامج نفسه ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحيد عنه نحن أصحاب مبادئ وليس لسنا أصحاب مصالح ومن هنا لا شك أن الناس حتى ستهدأ هذه الزوبعة التي تراها الآن وسيعود العقلاء إلى التعاون وإلى الوحدة بفضل الله سبحانه وتعالى وتمر مصر من عنق الزجاجة التي تمر بها الآن الدكتور كمال الهلباوي قال في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية من الصعب جدا توحيد التيارات الإسلامية على مرشح واحد إلا إذا استخدموا جميعا العقل والتجرد الكامل الذي قال به الإمام حسن البنة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وطبقوا المعايير القرآنية في الاختيار دون تمييز للوضع التنظيمي وأضاف بأن موقف الإخوان الأخير قد يؤدي إلى تفتيت الكتلة الانتخابية للإخوان مما يفوت الفرصة على الإخوان بالفوز بمرشح إسلامي قد يستفيد منه الليبراليون الحقيقة أيضا هذا سؤال يعني الإنسان يتعدم منه من حكاية التفتيت هذه أليس هناك إسلاميون من قبل أن يرشح الخيرة الشطر ما الذي حدث دخول خيرة الشطر هو الذي يفتت؟ لأن خيرة الشطر هو مرشح أقوى حزب في مصر والحزب الذي له الأغلبية الشعبية في البرلمان وله الأغلبية في مجلس الشورى ألن يؤدي ترشيحه إلى أن أصوات الإخوان المسلمين التي يمكن كانت أن تفيد مرشحا إسلاميا آخر ستذهب إلى مرشح واحد وإذا تساوى كل هؤلاء المرشحين في أصواتهم قد يستفيد منها الآن من يقف مقابلهم من الليبراليين؟ نحن خلنا وما زلنا نقول أننا رشحنا على كرهم منا والظروف هي التي دفعتنا دفعا إلى هذا الموقف لكني أشير إلى أن هناك إسلاميين من قبل أن يدخل خيرة الشاطر فكيف تفت هذه الأصوات؟ هذه واحدة أما الثانية فكم بح صوتنا مع الكتل والقوى الوطنية والأفراد الوطنيين هيا بنا نتفق معا على واحد من الذين سيرشحون لكي نتلافى هذا الأمر ولكنهم قالوا هذا فرد وهذا لون من ألوان السيطرة ولا أدري ماذا نفعل أكثر من أننا رفعنا مبادئ ورفعنا أصواتنا لكي تتوحد هذه القوى فلا سمع ولا طب هناك من يذهب أكثر من ذلك بكل وضوح أستاذ جمعاء أمين جريدة صدى البلد الإلكترونية تنقل عن منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان في بيان لها قبل أيام بأن المنظمة تعتبر عدم وجود صراع على السلطة بين الإخوان والمجلس العسكري بل هناك كما يقول هذا تقول المنظمة صفقة تقضي أن تدفع الجماعة بمرشح من مكتب الإرشاد لتفتيت أصوات المرشحين الإسلاميين وتشتيتهم تماما وهذا مما يفوت الفرصة عليهم ويفوز المرشح الذي يريده المجلس العسكري كيف تنظر لهذا الكلام؟ والله أنظر لهذا الكلام لون من ألوان الحيرة مع هؤلاء المناوئين أمر عجيب مرة يقولون أن هناك صدام بين الإخوان وبين المجلس العسكري ومرة يقولون أن هناك صفقة نحن لا نعرف أبدا هذه الصفقات التي يدعون وإلا لأرحنا أنفسنا من السجون والمعتقلات والمحاكمات العسكرية ومصادرة الأموال وإغلاق الشركات وتعذيب الأكساد نحن أصحاب مبادئ لا نعرف صفقات نحن نعرف حقا وباطلا صوابا وخطأا نسعى إليه بكل جهد ونضحي من أجله ولا نعرف أبدا هذه الصفقات التي يعيش فيها غيرنا طيب هل يعني هذا بأنكم لن تتحاورون مع المرشحين الإسلاميين الآخرين للرئاسة مما يؤدي إلى توحيد هذه الأصوات أصوات هؤلاء المرشحين خلف مرشح واحد والله بابنا مفتوح للجميع وزارنا كثير من الشرق ومن الغرب أولى بهؤلاء أن يأتوا وأهلا وسهلا بهم إذا اتفقوا على مرشح واحد أهلا وسهلا بهم حتى لو كان غير سيد خيرة الشاطر نعم أنا المسألة مش مسألة أشخاص ولكن هذا فرض جدلي لن يحدث كيف؟ لأن معظم هؤلاء لا يعرفون اللهم إلا القليل منهم لا يعرفون المبادئ إنما يعرفون المصالح كيف ستكون طبيعة العلاقة بينكم في الجماعة وبين المرشح الرئاسي في هذه الفترة التي تريد الأخوان ويريد حزب العدالة أن يثبت بأنه فاعل أساسي في الساحة السياسية في مصر وله مساحة الاستقلالية بين جماعة الأخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذي سيكون منه إذا ما نجح السيد خيرة الشاطر الرئيس جمهورية مصر أشي الفاضل هذا أمر مكتوب في دستور الحزب أن الأمور العظيمة والأمور التي تتصل بأمور الدولة لا بد من التشاور بين الحزب وبين الجماعة ولا ينفرد الحزب بقرار بعيد عن الجماعة ولا تنفرد الجماعة برأي أو حكم بعيد عنه لا بد من التعاون والتفاهم حتى في موضوع خيرت هذا تم التفاهم بين الحزب وبين الإخوان ولكن من الذي سيقرر في النهاية؟ أخي الفاضل ها الذي يقرر هذا الأمر لا شك في لون من ألوان التوفيق ولم يحدث هو موضوع خيرة الشاطر نفسه ألم يتم بالاختياء بالتفاهم بين الحزب وبين الجماعة لم ترشح الجماعة خيرة الشاطر إلا بعد ما تم موافقة الحزب على ذلك فأعلن هذا الأمر ما فيش تصدام هل هذا ينسحب أيضا على صلاحيات المرشد العام وحضرت حضرتك نائب له وصلاحيات الرئيس المقبل لجمهورية مصر؟ لا 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 أخي الفاضل صلاحية الحزب الآن في أمور كثيرة جدا بيستقل ماليا وإداريا وفي المواقف العادية أما أمهات الأمور هي التي نتشاور فيها فلما تأتي تقول هذا رئيس الجمهورية ربنا يوفق إن شاء رحمن بإذن الله وذاك مرشد عام للإخوان المسلمين هذا له مجاله وهذا له مجاله لا شك في ذلك وله مؤسساته رئيس الجمهورية ماش مؤسسته مؤسسة الإرشاد إنما له مؤسساته التي لابد أن يرجع إليها ويستمع إليها لا شك في ذلك لماذا تقف مؤسسة الأزهر حتى الآن موقفا مصادما للإخوان المسلمين في اللجنة التأسيسية للدستور وهل سينسحب هذا الموقف المصادم أيضا للأزهر من ترشيح الإخوان المسلمين أو الوقوف شعبيا مع مرشح الإخوان المسلمين للرئاسة؟ أيضا أنا أعترض على لفظ الصدام ده لم يكن هناك صدام بيننا وبين الأزهر بل بالعكس هم انسحبوا من لجنة التأسيسية للدستور لا يسمى ذلك الصدام؟ ليكن أنا أصادر على رأيي هذا رأيي رأيي يقول أن العدد الذي اختيره من الأزهر لا يتناسب ومكانت هذا رأيه لا شك وهل هذا الرأي يجلب الصدام بيننا وبين الأزهر؟ لا سيما أن أظهر ربما أحد المؤسسات الدينية الأهم في العالم الإسلامي برمته أن يهتخلوا اللجنة التأسيسية لدستور مصر من ممثلين لهذه المؤسسة ألا يشكل ذلك في موقف؟ لا قال إنها خالية الاعتراض على العدد القليل وليس على التمثيل نفسه وهذا أمر يتم التفاهم بين الأزهر وأنا سمعت وأنا هنا سمعت أن الدكتور محمد مرسيزار شيخ الأزهر فمع اختلاف وجهات النظر يبقى احترام الأزهر كمؤسسة يبقى احترام شيخ الأزهر كرمز لا شك في ذلك والعلاقة قائمة على الاحترام والأدب الجام حتى في اللفظ الذي يقره أستاذ جمعة أمين في الدقيقة الأخيرة في بداية الثورة المصرية كان التركيز هو أن لا تستعدى هذه الثورة من الخارج ولذلك الأخوان المسلمين أيضا أكدت بأن عدم ترشيحها لشخص من قياداتها وقياداتها للرئاسة المصرية هو أن لا تستعدى الثورة المصرية من الخارج كيف ستواجهون الغرب الذي ربما لم يكن في يوم من الأيام فيما يبدو موافقا للإسلاميين إذا ما فاز السيد خيرت الشاطر ليس خافيا على أحد أن معظم البلاد الغربية وأمريكا بفزات راجعت نفسها في موقفها من الإخوان المسلمين بل وصل الأمر إلى الاعتذار من الفترة السابقة من سوء الفهم بين هذه البلاد والدول الكبيرة وبينها وبين الإخوان ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الصورة اختلفت تماما لاختلاف حين كلنا دائما نقول لهم اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا فلما سمعوا منا غيروا رأيهم ولا أحسب أننا نصطدم مع أحد بالإضافة إلى أننا لا نقبل أن يملل علينا أحد مهما كان هذا الإنسان رأيه أو رغبته لأن الذي يخطر هو الشعب والذي يحكم هو الشعب والذي يعمل يعمل للشعب لا شك وليس لدول أخرى نائب المرشد العام للأخوان المسلمين أستاذ جمعة أمين شكرا جزيلا لك كما أشكركم أعزاء المشاهدين في ختام هذه الحلقة من قضية وحوار أترككم في أمان الله